تعالوا نتابع حالة التقس النهاردة أخبارها ايه في دروة شهر الصيف في أغسطس أخبار بين هيئة الأرصاد النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أنه التقس هيكون حر راتب نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما التقس هيكون معتدل الحرارة وراتب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد توقعات كمان بتشير الارتفاع في نسب رطوبة على مدار اليوم وده هيزيد من الإحساس بحرارة الجو هيكون كمان في نشاط للرياح في بعض المناطق هيساعد على تلطيف الأجواء ليلا وفرص لسقوط أنطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سينة وجنوب سلاسل الجبال البحر الأحمر وحليب وشلاتين ومرسى علم أيضا هتظهر صحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسط واحل الشمالية وده هيساعد على تلطيف الأجواء استعرض مع حضراتكم تفاصيل درجات الحرارة النهاردة العظمى والصغرى على كل المحافظات في هذا البيان القاهرة النهاردة بتسجل 33 العظمى الصغرى فيها 25 أجواء جميلة جدا مع وجود طبعا نسب رطوبة أثناء فترات النهار ممكن نشعر شوي بارتفاعات درجات الحرارة لكن اللطيف في الجو على كل المحافظات النهاردة إن فيه نشاط للرياح وفيه صحب كمان هتتكون على القاهرة الكبرى وده هيزود أو هيلطف الجو ومش هنشعر قوي بتأثير الرطوبة مع درجات الحرارة خاصة إنه درجات الحرارة فيه متوسطات رائعة النهاردة هي أقل كمان من 35 والعالمين كمان 31 النهاردة درجات رائعة دميات كمان 31 فورسعيد يعني أغلب محافظات الوجه البحري النهاردة درجات حرارة رائعة جدا نتجه شرقا بقى عند المدن المطلة على سواح البحر الأحمر شرم الشيخ 40 نهاردة بتزيد يعني نوعا ما الغردقة كمان وده بيبقى معتاد في شرم الشيخ والغردقة تحديدا ترتفع فيهم درجات الحرارة لكن بيبقى فيه نشاط للرياح يعني كويس هناك فبيلطف الأجواء أسيوت النهاردة 38 يعني كلما اتجهنا جنوبا طبعا بتزيد درجات الحرارة نشوف أقصى جنوب مصر عند لقصر وأسوان نهاردة درجات الحرارة فيهم هتسجل كام برضو بما أننا كنا نتكلم عن النوبة وجمال النوبة وأسوان وأهل النوبة نهاردة أسوان 45 ولقصر كمان 45 أجواء مرتفع عن اليومين اللي فاتوا طبعا أو درجات حرارة مرتفعة لكن تبقى من أجمل المدن بصراحة سواء شطى أو صيف فيه قضاء وقت ممتع جدا وبدوا حضراتكو يعني ما تتعرضوش بشكل مباشر لأشعة الشمس فيه فترات الظهر بالذات نشربوا كميات كافية من المية ما زلنا فيه دور واتفاصل الصيف لازم نعوض اللي بيفقده جسمنا من العرق نحن نشرب كميات مناسبة من المية